فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية السلام عليكم قال رحمه الله وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذنب لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قصده من هذه الأخبار مجرد الإخبار فقط وإنما قصده من ذلك التحذير تحذير من التشبه وأن لا ننخدع بمن يقلد اليهود والنصارى وفارس والروم وينتسب إلى الإسلام أن لا نقلد هؤلاء علينا أن نعتز بديننا وبقيمنا وما أعطانا الله من الكرامة أن نعتز بذلك ونتميز بشخصيتنا الإسلامية والله جل وعلا يقول وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إن كنتم مؤمنين قال فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب نعم كونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وحذر وكرر هذا يعطي أن التشبه بالكفار أنه شديد التحريم ولا يجوز لأن معناه أننا إذا تشبهنا بهم في الظاهر فإننا نشبههم في الباطن ومشابهاتهم في الظاهر تدل على محبتهم الله في الباطن وإلا لو كان يبغضهم ما تشبه بهم شكرا